والوالد يدخن وما عندوش مال لكن ابنه عندو مال فهل له ان يعطي اباه من مال الزكاة؟ الحمد لله وصلاة السلام على صلى الله عليه وسلم هو الزكاة لا تجوز للاصول ولا للفروع ده كحكم يعني لا يجوز للولد ان يعطي ابويه من زكاة المال سيعطيه من اصل المال اه ولا يجوز للاب ان يعطي ابنائه من زكاة المال هذا كحب والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك لعني لما شك أب ابنه أنه لا يعطيه ما يكفي فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتد على الابن في الموعزة وقال أنت ومالك لأبيك يعني يأخذ منه قدر حاجته فهنا الابن السؤال هي تقول من أجل أنه يدخن فنحن نبين أصلا حكم المسألة أنه لا يجوز أن يعطي والده من زكاة المال المفروضة لكن يعطيه من أصل المال فسي فيه الناس ممكن يا دكتور متولي يظن أنه لا يجوز أن يعطيه فما يدولوش لا من الأصل ولا من الزكاة ما دولوش خالص فيقول له هو يشرب سجايا فمش هددله لا لا ده احنا قلنا أنت ومالك لأبيك فليعطي والده